تحذير الكلمات الدائمة التي تدل على الوقت أيضاً ممكن استخدمها حرف جر تجميع ما بين فاعل وفعل يعني اللي بعد تأتي جملة اللي بعد يأتي اسم إذن هنا استخدمت حرف جر بعد أن حصل لي حادث هنا فاعل وفعل وجملة هنا استخدمها كلمة تابعة تابعة للجملة تجعل الجملة آي سي دي سي آسف دي سي جملة غير مستقلة بعد أن حصل لي حادث وبعدين الجملة غير مكتملة قبل الدرس هي اسم ولما تأتي قبل الاسم نعتبرها preposition حرف جر before class begins قبل أن يبدأ الدرس subordinators لين بعدها فاعل subject and verb subject and verb combination جمع ما بين فاعل وفعل until ten o'clock حتى الساعة العاشرة it is preposition because followed by noun لأنها متبوعة باسم until the bell ring حتى يرن الجرس حتى الجرس يرن subject and verb this is sentence dc جملة غير مستقلة لذلك نعتبر until subordinators تابعة كلمة تابعة للجملة this is the end wait for more bye bye